قرية الدرالشة بالوقعت ببلدية عينقشرة غربي ولاية سكيك دا يشتكي سكانها من الحرمان والتهميش وانعدم مظاهر التنمية وضروريات الحياة على رأسها للماء الشرب طريق ما كانش لول الماء ما كانش حتى بناء ريفي هذا ونقص ما يلحقش الماء مثلا لنا حاشا كم كون يفكلي وحده بما نشربش كون يروح يروح عن الجيران بات بلا ماء من أجل أخذ حقنة يضطر السكان هنا لقطع نحو 25 كيلومتر في ظل غياب قاعة علاج ما يجعل من عملية نقل المرضى للمستشفيات مهمة صعبة للغاية كدربي كورا المرأة 8 نهار تاخد مدية العينقشرة بكروة تعطو مابيل كروة 50-60 الف الفاكسة تعلو ولادي وكيدا ليك كدرطيح لك مرضى لازمك في كنابي وتوز باش تهبأنا المرأة تيهاي ولا يرهبطها في كنابي بستة من ناس درت بيها تويزع باش هبطال هنا وعود ديتها لسبيطر لا غاز لا تري سيتي لا ماء تحت السفر يعني مكان ما يعجب فيها ماذا بنا الطريقة التخدم وماذا بنا المي يجي تشرب كل شخص بعد المدرسة عن التجمع السكاني وعدم توفير فرع بلدي يزيد من معاناة سكان المنطقة البالغ عددهم نحو 700 ساكن المدرسة تقع بالبعد أو بعيدة عن ذراع الشهب ويضطر أطفالنا للذهاب إلى المدرسة مشين طبعا على الأقدام لا مجي وليا مجي يجي بكلش يغضي بلك كين الطبيبي يديرون بلك فرع بلدي نتعا نقايم كما بوسحبة بلك كين عشرين دار دايرين هنا واحد سبعين دار هنا فوسحبة دايرين فرع بلدي يحاول المسؤولون إقناع هؤلاء الناس بأنهم وفروا لهم السكن الريفي ولكن السكن الريفي لا يعني تجسيد معادلة إعادة إحياء وعمار المناطق الريفية المنكوبة والتي تنقصها الكثير من الهياكل والمرافق الأساسية ترجمة نانسي قنقر